المؤتمر الافتراضي الدولي الأول للانطلاق نحو عصر تقني مميز يواجه التطورات العالمية واشار معالي رئيس مجلس الشورى في كلمته لأن جلالة الملك المفدى دعا خلال افتتاح دور الانعقاد الماضي لمجلسي الشورى والنواب إلى التوجه الجهد نحو اقتصاد المعرفة وإلى وضع خطة وطنية شاملة لتأمين التعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وأضاف يمكن القول بأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات من المجالات التي ستساهم بكل تأكيد وبشكل كبير في رفعة ونمو المجتمع البحريني ولفت معالي إلى جهود كلية البحرين التقنية بولي تكنيك هذا العام بإطلاق دورات أكاديمية للذكاء الاصطناعي بتعاون مثمر مع كبرى الجهات البحرينية والعالمية وأوضح معالي أن البنية التحتية التقنية المتطورة للمملكة ساهمت في دعم الجهود الجبارة في مواجهة الأزمة العالمية الناتجة عن الجائحة الحالية بشكل فعال متميز وينعقد هذا المؤتمر بتنظيم من مجموعة الذكاء الاصطناعي بمشاركة نخبة من خبراء الذكاء الاصطناعي من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومن جهته قال الدكتور جاسم حاجي رئيس المؤتمر والخبير التنفيذي لعلوم الذكاء الاصطناعي أن هذا المؤتمر زود القطاعين العام والخاص بالفوائد الاستراتيجية والتكتيكية المطلوبة لنشر هذه التكلوجيا إلى جانب التقنيات المعرفية